السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبي وحبيبي محمد ازايكم حبايب يوميات اسرة على قد الايد يا ربكم وكلكم بخير النهاردة بأمر الله عاملين كفتة بسم الله مشاء الله عليها كان طعمها تحفة بجد مص التماسك متماسكة وجميلة وبمكونات بسيطة خالص وموجودة عندنا في البيت ومسم الله مشاء الله يعني بتدي كمية كبيرة وكل كمية دي عاملها يعني من كيلو لحمة مفرومة عملت الصينية دي وشلت النص التاني في التلاجة مرة تانية نبقى نعمله ان شاء الله معانا كيلو من اللحمة عليه نص كيلو بصل وعليه حزمة بقدونس وكزبرة وشبت وكوباية من الدقيق الابيض واتنين بيضة ملح وفلفل اصمر كمون كزبرة كوركم كيري بهارات لحمة جنزبين كل اللي تحبيه حطيه واللي مش بتحبيه تستغني عنه بس كل الحاجات دي بتبقى موجودة في اللحمة لما بنعمل الكفتة بتاعتنا وبتحط البطاطس تحتها فكل الطعم الحلو ده بينزل على صنية البطاطس بتاعتنا بيخليها تحفى بجد دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا بنجيب حاجة واسعة بنحط فيها اللحمة وننزل بالبصل وبننزل بالشبت والبقدونس والكزبرة طبعا مخسولين ومتقطعين بقطع صغيرة وبنضيف الدقيق بتاعنا ده اللي بيدينا برضو التماسك يعني التماسك لازم دقيق وبيض البيض ده بيعتبر اضافة يعني بروتين زيادة لنا بيعزز قيمة اللحمة بتاعتنا وفي نفس الوقت بيبقى غزة لأولادنا وبيدينا التماسك برضو للكفتة بتاعتنا علشان ما تفكش فوق البطاطس واهم من كل ده ادعك بقى ان احنا ندعك جامد جامد لحد ما ندخل انسجة اللحمة كون لها في بعضها وفي المكونات اللي احنا ضيفينها لحد ما تبقى بالشكل اللي حضرتك شايفها ده لازم ادعك ده ده اللي بيخليها ما تفكش مننا ابدا دلوقتي هنجيب الطبق ونبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا ونعملها صوابع كلها بطول واحد وحجم واحد عشان في الاخر تدينا الشكل الحلو اللي شفناه في اول الفيديو اهي حتى وهي بتتلف ما شاء الله باين عليها التماسك لان الانسجة بتاعت اللحمة كون لها دخلت في قلب بعضها مع المكونات اللي ضفناها عليها ما شاء الله عليها كفتة طعمها جميل وفي نفس الوقت اقتصادية وبتدينا كمية كبيرة قوي يعني احنا هضفنا كل الحاجات دي وضفنا عليها كيلو اللحمة ممكن تقسميها على ثلاث اكياس تنفع معاك في ثلاث ايام ثلاث مرات كده وتعمليها مر جنب مكارونة حمراء بالصالصة وتعمليها بصالصة كده وتتغمز بعيش وتعمليها على صنية البطاطس زي ما انا عملتها كده بسم الله ما شاء الله لانها بترمي عدد كبير من الكفتة دلوقتي انا غيرت صنية البطاطس المعتادة وعملتها صوابع بس من ازاي بتاعت الالية رفاية على صوابع تخينها شوية بس مردتش اعملها حلقات وقطعت عليها بصل جوليان بالطريقة دي البصل بقى لما استوى بجد وهو كان تحت الكفتة وخد الطعم كله اللي نازل من الكفتة بجد كان طعمه جميل دلوقتي انا بدي بس البطاطس بتاعتي رشة ملح ورشة فلفل اصمر وكده كده كل الطعم الحلو اللي في الكفتة مع السوى حينزل كله على صنية البطاطس بتاعتي مش محتاج ان انا اضف لها اي بهارات تانية كفاية علي البهارات اللي موجودة في اللحمة بتاعتي بنرصها بالشكل اللي حضرتك شايفا ده وطبعا بكون عطي البطاطس تحت يعني حوالي ثلاث كبيات من المية او على قد مقدار البطاطس بتاعك اللي انت عارفها تستوي فيه عايز مية قد ايه كباية كبايتين انا المقدار بتاعي اخد ثلاث كبيات من المية علشان البطاطس تستوي طبعا البخار بيطلع بينزل السوى والدهون كلها اللي في اللحمة واديكي شايف المنظر بسم الله ما شاء الله ادي النتيجة طبعا دخلتها الفرن شغلت عليها الشوية من فوق ومحطها من تحت على بال ما تشاوت بقى طبعا فيه فرق في الفرن يعني خدت الوش ده على نار هادية علشان برضو اللحمة ما تاخدش وش بسرعة من الشوية وتبقى نية من جوه فموطي عليها الشوية والسبتها تستوي مع نفسها اي البطاطس دايبة واللحمة معانا متماسكة الكفتة معانا زي ما حضرتك شايف يا ايه رأيك بقى في الجمال ده اشتركوا في القناة